ما منعك أن لا تسجد معنى سجد صح أو لا؟ معنى سجد والقرآن يقول لا تسجد هذا صحيح؟ ما منعك أن تسجد أيضاً إذ أمرتك هنا ما منعك أن لا لماذا إلا هذا؟ قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ما أفهمه منه أن أبلي سجد كما يقولون نفي أن نفي إيجاب مع أن الآيات الأخرى تفيد أنه لم يسجد وهذا هو المعروف صحيح يعني السؤال الذكي ما منعك؟ الله ما قالش ما منعك أن تسجد صح أو لا؟ نحن نعرف أبلي سجد أو لم يسجد لم يسجد فالمفروض فعلاً لغة أن الله يقول له ما منعك أن تسجد هو امتنع عن السجود إذ أمرتك صح؟ الله ما قال له شيء في صوت الأعراف ما قال له؟ ما منعك أن لا تسجد معناها سجد صح أو لا؟ معناها سجد والقرآن يقول ما سجد صحيح؟ ما منعك أن تسجد أيضاً إذ أمرتك هنا ما منعك أن لا لماذا إلا هذه؟ هذه أن لا مضغمة من أن لا أن لا تسجد هذه مسألة مطروحة طبعاً موجودة في التفسير من قديم على كل حال وفيها كلام يعني كثير الذي أذكره والله أعلم لاتجاه العام للمفسرين أن لا هنا زائدة يقول لك هذه زائدة سموها صلة يقول لك لا صلة يصير معنا الآية قال ما منعك أن تسجد لا إذ أمرتك لأن هذه اللا زائدة العرب يزيدون لا في كلامهم للتأكيد لتأكيد المعنى لتأكيد المعنى يعني قال الشاعر تذكرت ليلة فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب ألا يتقطع هو قصد ما كاد صميم القلب أن يتقطع قال ألا يتقطع صح أو لا؟ الله قال لا أقسم بيوم القيامة أقسم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بمواقع النجوم ولا ما الصحيح والقرآن في كثير مواضع فيها الله بزائدة كثير مثل قولي مثلا تبارك وتعالى وحرام على قرية في الأنبياء أهلكناها أنهم لا يرجعون على واحد من قولين لأن الآية مفسرة بجهتين عن الفكرة يعني قولان بس على أحد القولين تصير لا صلة تصير لا إيش صلة يعني زائدة وبصير معنا الآية وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون ويرجعون إلى الدنيا وفي أول الصورة ما يدل على المعنى يرجعوا إلى ما أترتهم إيه فيه ومساكنكم المهم إذن على أحد القولين الله هنا زائدة ومثلها آخر الحديد لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله كيف؟ زائدة لأن يعلم أهل الكتاب الله قال إحنا عملنا واجبنا وفصلنا عشان يعرفوا أنهم لا يقدرون على شيء من فضلي إلا بإذني والفضل كله بيدي وما قال للشيء قال لأن لا يعلم والمقصود ليعلم لأن يعلم فاللا صلة لألا يعلم أهل الكتاب عشان يجب أن نقول دراست العلوم مهمة ندرس مبادئ النحو والصرف مهمة لأنني أتأكد أن أقرأ في وجوه بعضهم وأنا أقول والله قرأت القرآن ربما عشرين أو ثلاثين مرة في حياتي ولا مرة انتبهت لهذا وفعلا فيها مشكلة في الظاهر أن نقرأ بغير تدبر نحس أن نفهمهم كل شيء هذه المشكلة لأنها لا يجب أن تدبر ومسائلة لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني مش ألا على فكرة في قراءة أعتقد قرأة الكسائي ألا تتبعني بسير في مشكلة هنا ما في مشكلة الكسائي قرأ ألا واضح الاستفتاحية والتنبيهية معنا مشكلة لا نحن على قراءة ألا مضغى من أن ولا ألا تتبعني أفعصيت أمري والمعنى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني قال الله ما قال شيء قال أن لا تتبعني أقول لي مشكلة ليس مشكلة الجواب الأول سهل قال لك هذه زائدة لا زائدة العرب تزيدها للتأكيد عندهم شيء شعرهم في ناثريم لغة مقبول كلام مقبول أعتقد أيضا من المواضع الممكن مشهورة اللهم صلح المواضع كثيرة فيها اللهم تكون زائدة في كتاب الله هذا قول في قول للإمام المعاصر محمد أبو زهرة رحمة الله عليه في تفسيره المكمل هو اسمه زهرة التفاسير الإمام الأصولي الفقيه الجليل الرجل الصالح محمد أبو زهرة المصر رحمة الله عليه اسمه زهرة التفاسير في مجلدات كبيرة أعتقد هو آتا بقول لعله لم يسبق إليه وفي القلب منه شيء لذلك لم تجد بعد ذلك شيوعاً لهذا القول لم يعود عليه العلماء هو قال هنا ما منعك من المنعة وليست من الامتناع يعني ما الذي حصنك وعطاك شعوب القوة وأنت منيع وحصيم تستطيع تعصي أمري وما تسجد هذا المعنى ما منعك يعني ما الذي قواك ما الذي حصنك ما الذي أعطاك ضمانة ألا تسجد هذا رأي أبو زهرة واضح الرأي الثالث الذي أرتاح إليه وأتيتكم بنظيره في أعتقد الدرس السابق أيضاً أنا أرى أنه هذا والله تبارك وتعالى أعلم يعني إحنا لما ذكرنا إيش إن الله لا يستحيي صح؟ قلنا هذا إيه أحد وجوه تفسير فيها بعض الأماء البيان زيزة مخشري قال لك هذا من باب إطلاق الملزوم وإرادة لازمه الملزوم وهو الموضوع يعني الحياء لازمه الترك يصبح معنا الآية إن الله لا يترك لأن من يستحيى من شيء تركه صح؟ تستحي أن تدخن قدام الناس الأفاضل لا تدخن تترك تدخين تستحي إنك أنت مثلا تعلي صوتك في مجلس الصلحة مش هتعلي ستترك الملزوم هو الاستحياء الحياء يعني ولازمه الترك والودع تترك الآن هنا عنا العكس هنا إطلاق اللازم وإرادة الملزوم ما منعك المنع هو لازم لإيش للإقتناع يعني إيش اللي أقنعك ها إيش اللي إيه أقنعك فما سجدتش يعني ما أقنعك ألا تسجد عبر عن إيه عن ما أقنعك ما إيه ما منعك ليش طيب لأنه من لوازم الاقتناع الامتناع صح إنت اقتنعت إنه هذا الشيء غلط إيش تعمل تمتنع عنه أصبوط اقتنعت إنه السجائر هذه مهلكة تمتنع عنها امتنعت إنه الكذب خيبة كما يقال وحبله قصير تمتنع عن الكذب إذن الامتناع ما منعك هو لازم ماذا الاقتناع فهذا من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم فبصير معنا الآية ما أقنعك ألا تسجد إيش اللي أقنعك بعدم السجود وقد تقريبا حصيلة المعنى هذا هو لمولانا الشيخ الشعراء ويقتنع بهذا هو بس لم يعبر عنه طبعا بهذه الصيغة البلاغية أنا لخصت هيك عشان فتنسوهاش لأنه هذا فعلا هذا من باب إطلاق اللازم وإرادة ملزومه والله تبارك وتعالى